هم أبرياء. أنا بش نحكي بجانب براغماتي بحث سياسة اللي قاعد يصير يصب في مصلحة شكون وبناء على شنوى الأفعال أو الماقيلة سابقا نحب نرجع شوية لـ 25 جويلة 2021 نزمنا نذكروا أن الحالة الاستثنائية اللي هي كانت حاجة موجودة في دستوره 2014 اللي هو أقسم عليه قيسس عيد واللي هو ساهم في السياغة متاعه عن طريق بداء الرأي التقني في 2013 وهذي حاجة موثقة في محاضر المجلس الوطني التأسيسي متناجم تعلن حالة الاستثنائية مهما كان النقاش حول تجميد البرلمان والإبقاء عليه رغم أنه النص واضح لكن أنه يكون فهم خطر ده يظهر لي إلى يومنا هذا الحاجة الوحيدة التي تضحت أنه الخطر ده هو وجود فعالين سياسيين أخرين غير قيسس عيد واللي هو على فكرة مؤكدة عن طريق بعض الجلسات اللي تم فيها نقاش صحب الثيقة أو عزل رئيس الجمهورية وقتها لأنه قام بأشياء غير دستورية على قل بناء على أي تحليل بسيط جدا اللي هي مثلا عدم قيام بالقسم أو قبول القسم منتاع وزراء تم منحهم الثقة أو عدم الإمضاء أو ختم قانون صادق علي المجلس نويا بالشعب فأنا يظهر لي بالنسبة للمستمعات والمستمعين لازمهم يعرفوا أنه فيما ترح سياسة قاعد يصير راه مهما كانت الكلمات المستعملة واللي هي أنا يظهر لي هي الحاجة الأخطر في اللي قاعد يصير أنه اليوم عنا فاعلين سياسيين فما يكون يطالب أن يكون الفعل سياسي في إطار ديمقراطي وين فيت نجم تربح نجم تخسر تدخل الانتخابات تربح فيها كم أربح قيسي سعيد راهو أربح على الانتخابات اللي هي ضبط القانون متاعها الديمقراطية اللي هي كنت ما قبل 25 جوليا والهيئة العليا للانتخابات هي اللي قامت بهذا ويظهر باشا ناس شايفوا أنه فما نجاح أنه شخص يربح في انتخابات في ظل فعل سياسي فيه أشياء تعاب عليه وهذا يظهر الناس الكل متفقين فيه رغم أنه رغم هذا الكل نجح شخص له معروف سياسيا له فاعل سياسي من قبل الثورة ونجح وكانت هذه تحسب على الانتقال الديمقراطي في تونس فلازمنا يظهر لنأخذوا هذا بعين الاعتبار شوالي صار بعد 25 جوليا أنا في 25 جوليا يظهر لتونس كان عنده زوز مراحل ياما نقوله أي التوينسة بالفعل فما غضب شديد من سوء الأداء الحكومي من الوضع متاع كورونا اللي هو دمر البلاد نفسيا واقتصاديا وهذا موجود شايفا حالة التملم واللي هو إذا نحب ونشبوه بفترات سياسية معناها هزت البلاد النجم ونقرنه بقى 2013 وإن كان عنا عملية إرهابية زوز اغتيالات شو مصار في 2013 التوجه متاع السلطة اللي كانت موجودة واللي هي راه عندها شرعية من المواطنين منتخبة كان فم تعليق لأعمال مجلس نوع بالشعب ودعوة إلى حوار وطن مجلس تأسيس كان رغم أنه وقتها لازم نذكروا راه وقتها فما شكون شايفونه هذا يعني ضد الديمقراطية فيه ضرب للشرعية وشفنا الشارع لم زوز أطراف لكن شو صار من بعد تحطت الأطراف الكل على الطاولة على خاتر شايفوا أنه سقف راهو بشتيحة للناس الكل والهنين نحكيها سقف الديمقراطية 25 جولة كان نفترضه لو افترضنا أنه نفس الحالة ولو أنا ضد أنه نستعملوا الناس بخروجهم للشارع سواء غضب أو فرحة كتبرير لفعل سياسي خاتر أنت ليك قد تعطين في المعلومات الكاملة لا قد تفتح لهم أدوات الفعل السياسي قد تحكي باسمهم هما وفي هذا يظهر لي استنقاص من الشعب مش أعطاء لها القيمة بعد 25 جولة شو تم تم اختصار كل الفعل السياسي الرسمي والمشروع إذا افترضنا أن الخطر الدهم هما أنه الفاعلين السياسيين يقوموا بالفعل السياسي اختصرناه في قيس سعيد وسؤالي دائما شو تبقى لبقية الفاعلين السياسيين بش أنهم يقوموا بشي ما يتشدش عليه تقابر الأمن الدولة عليش على خاطر سينابيلا حكيه على الالتقال الموضوعي ولم شوية العيش الهمامي نحب نذكره سينابيلا 2019 كنت تشوف أنه قيس سعيد هو مرشح روابط حماية الثورة المقبورة هذا تقال إذن اليوم التقال مصالح سياسية إذن التقال مصالح سياسية خلناه أنت قاعدت مارس بالفعل السياسي بما هو مرشح روابط حماية الثورة سينابيلا نجم جاوبني إذن اليوم لازم نذكره أنت أيضا فعل سياسي قاعد تشوف شنو تبقى من الفعل السياسي اللي يمكن القيام به والله أنا ننضم لرئيس الجمهورية بمن هو محتكر السلطات اليوم وليت أنا في مبادر سمال ينتصر الشعب القدرة الوحيدة لها للفعل عن طريق مجلس ما عنده لا شرعية شعبية بسبب نسبة المشاركة لا صلاحيات وأتوا نشوفه سي رمضان موجود أتوا نشوفه كان بش يعمل أي قوانين لأنه كل القوانين القادمة على تونسي قوانين متعلقة بالتنمية أو قوانين متعلقة قانون مالية ويامن عاش حتى نعمل الغرفة الثانية نحب نحكي سياسة اليوم وعليش نحكي في السياسة خاتر الأهم بالنسبة لي هو شون لي سيصب في مصلحة المواطنين اللي يصب في مصلحة الواطنين أنه يكون عندك فاعلين السياسيين أكثر من واحد عندهم القدرة أنهم يمارسوا السياسة ويعطيوا آراءهم بما يعكس مصالحهم ولا مصالح المواطنين ولا الناس اللي انتخبوهم ولا الناس اللي خايفين منهم فما ساعات نواب يخافوا يمشيوا في الشارع خاتر ما استجابوش للناخبين نحكي لك وقت الديمقراطية ما استجابوش للناخبين على الوعود متاعهم هذا ما هوش موجود اليوم إذن بعد عام ونص عام ونص من 25 جويلة شو تبقى عنا؟ تبقى عنا سي عايش الهمام اللي هو قاعد ينوب في الفاعلين السياسيين اللي أي حاجة ممكن يعملوها اليوم وما نعرفوش ما زال بشي قاعد ينوب تم اعتبارهم تم اعتبارهم تم اعتبارهم خطر دهم في 25 جويلة واليوم أي فعل مهما كان أنا يعني اليوم كنشوفه الملفات وكتشوف الضغط اللي قال الحكاية على إيسا عايش أنا كل ما نقعد في الكرسي هذا أنا أتقال روحي نعود في نفس الشي اليوم أي قاضي بش يحكم من نجموش نفترضه ان هو من نجم بش يحكم من غير الضغط اللي هو هذي ميش حاجة روه ميش الكاهونات اتقال قاعد يقول فيه قيسة سعيد البرح كان فما كان فما ضيف حكاية قال كيفيش أنه الأمر الرئيسي 117 هو أصلا يبرر على أنه القضاء ما يكونش مستقل لأنه رئيس الجمهورية يحتكر السلطات وهو ما هوش معارض أخيرا ولينا نشوف الأمور كما هي ما ننساوش أنه كان فما فرق ما بين خطاب قيسة سعيد نهار 25 وما تم نشره وكلمة نيابة العمومية نحات كان فما توجه واضح أنه يكون عنده القضاء تحته فإذا أنا نتمنى أنه من مصلحة تونس كنجيو نناقشو هذا نتذكروا أنه هذه هي هذا النقاش هذا الكل سؤال هو شنو اللي نجم يؤدي للناس للمصلحة متاعهم أنك أنت الدولة اليوم كيف الناس يطالبوا بالماء كيف يطالبوا بالتشغيل كيف يطالبوا أنه ما يرتهنوش للمقرضين كيف يطالبوا مثلا بمفاوضات جيدة مع صندوق النقد ولا الاتحاد أوروبي شنو أحسب بالنسبة ليهم يكون عندهم العديد من الفاعلين السياسيين اللي ما فماش سكينة القانون محطوط على رقبتهم على خاطر تم دمج الدولة بقيس السعيد خطر على من الفعل هذا السؤال يظهر للأساسي وللأسف كل ما يمر الوقت بعد 25 جوليا كل ما الإجابة واضحة جدا أنه الدولة قاعدة تحافظ على قيس السعيد وليس على مصالح الموطنين